السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين يا رب تكونوا كويسين وبخير يا سعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير معنا استخارة بالقرآن الكريم لمجموعتين نبدأ بالمجموعة الاولى ثم بعد الكراءة والاستخارة للمجموعة الاولى هنبدأ بالمجموعة التانية تمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك وان كنت لم تشترك في القناة يشرفنا اشتراكك في القناة وفعل زر الدرس علشان ليوصلك كل جديد وعلاد السحر كنت بتعاني من علاد السحر او من علاد التعطيل او من تابعها اخر الفيديو هسيب لكم العلاد بازن الله تعال استخارة الاولى حرف الالف والبا والتا ثم السا والجيم والحا والخا والدال والزال والره والزين والسين والشين والصاد هذا الاستخارة الاولى نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم اصحاب الاستخارة الاولى ادعموا الفيديو باللايك فضلا وليس امرا بسم الله الكاشر. صورة الحقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد الفاتح. لما هو. اصحاب المجموعة الاولى. انا شايف عندكم انتم يعني محتاجين او محتاجين تبعدوا عن فئة معينة من الاشخاص اللي حواليك. لانها اشخاص يعني متعددة. الوشوش. يعني هزا الاشخاص دي متعددة الوشوش. انتم مش مرتاحين. ولا جلبك مرتاح. شايفك هتسامح شخص من اصحاب هزا. الاحرف شايف ان انت هتسامح شخص. رغم عيوبه الكتيرة. رغم يعني عيوبه الكتيرة معاك. وفي عندك الفترة دي شخص. شايفه يعني هيجلبوش عليك. في كلام. بس انت هنا هتصبر. وهتستحمل. لانك محتاجه. او محتاج تكون يعني معاه. بهزا الفترة. وشايف كمان هنا عندك يعني شايفك اه في شخص اه قد يعني اه حاول او محاول يسرك. بحاول يسرك فرحتك من بعيد لبعيد. ولكن رب العالمين هينصرك عليك. شايفك هنا اه جاعد اه بينكم وبين شخص شايف بتحط فيها كل شروطك. وهتطلع من الجاعدة دي من الجاعدة بكلام يعني حاضر ونعم. بس. على على ما هذا الشخص يعني دور ظهره عنك اتنسى كل الكلام اللي دار ما بينكم. احذر من شخص بيتعامل بالاسحار. احذر من شخص بيتعامل بالاسحار والاعمال. لان حياتك فيها ازه. فيها ازه. حياتك شايف فيها ازه. من هذا الشخص. وفيها يعني شايف عندك يعني اه وعقة صحية. اه شايف عندك تعب. شايف عندك ضيق. شايف عندك يعني يعني تعطيل. وشايف عندك هنا يعني المعدة اكتر حالة. هي اكثر شي هتتعبك. الفترة دي او تعبك المعدة. شايف عندك هنا موضوع يعني موضوع محكمة. او موضوع بتخلص في المحاكم. هاي الموضوع رح يخلص على خير بازن الله تعالى. وهيخلص معاك على خير ان شاء الله. بس شايف عندك هنا اشخاص حواليك اه بتبص عليك. وكاين شايف هم يعني بيسألوا عليك عدة اشخاص مقربين منك. شايف عندك يعني هنا اه في بلوك. شايف البلوك ده ما بينك وما بين حد او في بلوك عندك بينفق. بينك وما بين شخص. بس انت هنا لو انفق شايفك هنا انت لو انفق بيردع يتعامل اه ولعكس صحيح. شايف ان انت هنا تعرضت لازمات كتيرة ورا بعضها او ورا بعض. وكاينك شايفك هنا بتطلب يعني من رب العالمين انه يحررك من امور تعباك. عمال تدعي انك عايز تتحرر من كزا امور او من كزا حادة تعباك. تعبان مخنوق شايف كزا حادة تعباك وعايز تتحرر منه. وعندك ضغط مضغوط. حتى انا شايف يعني شايف لك نفسك يعني اطفشت او زهكت من مكان لمكان. احذر هنا من انسانة ارمالي. هاي الانسانة ارمالي. لان لسانها هيكون يعني صليط عليك او مسلط عليك. هتدي لك فرصة وبايدك هتضيعها. هتدي لك فرصة وبايدك هتضيعها. في عندك واحدة ستة. حامل. ستة دي حامل. هيكون في بينكم اه كية او مناقشة. عنيفة. شايف هنا مش معناها انك اه نفسك تغير اه الكون بطريقتك. شايف انك هتغير في او عندك تغير في خلال اربعة وعشرين ساعة. في خلال اربعة وعشرين ساعة عندك اه حادة هتتنفس معاك او في تغير او في فرحة جاية عليك. وشايف هنا في وحدة يعني هاي ستة دي مش حبالك الخير. مش حبالك الخير. شايفك هنا انت هتشكي وهترفع ايدك لله على شخص وربنا هيتجبل منك. في مبلغ فلوس. شايف المبلغ دي بيوصل لك. وشايف برضو عندك سفر. السفر دي قريب. السفر قريب. بس احزر من الابراد الهوائية. احزر من ابراد هوائية. لان شايف هنا هتتعرض منهم لمشاكل مشاكل اه علاقتك. مع الشريك. وشايف هنا هتردع تستكر. واحسن من قبل. بازن الله تعالى صلي على الحبيب المصطفى وادعم الفيديو باللايك احبابي في الله. شايف عندك هنا انا شايفك ان انت اه او انت محتادة تبعد عن السلبيات. اه محتادة تبعد او محتادة تبعد عن السلبيات اللي موجودة في حياتك. او شايفك عندك او مقصرة عليك. شايفك هنا بشكل يومي انت مفتقد الفرحة. يعني مفتقد الفرحة. وافتقدت اللي هزا للفرحة. يعني افتقادها مسبب ليك المتاعب النفسية. شايف عندك هنا يعني بقول لك لك يعني بقدرة رب العالمين عندك الفرحة. وعندك السعادة الفرحة والسعادة الايام القادمة. وانت يعني هنا بزكاء هتقدر تبعد عن اي مناقشات توجعك. اي مناقشات توجعك في مشاكل انت بغنى عنها. انت بغنى عنها. الحظ هينفتح معاك قريبا. وكأن شايفك يعني هتقدر تخرج من التكيد والتكتيف اللي انت فيه. ان انت مقيد ومكتف ومحتار. عرب عشر سعب تفكر. جاءت في حيرة. كله هتقدر وهتخرج من التكيد والتكتف اللي انت فيه. شايفك اللي انت هنا موجود يعني فيه. شايف فيه انسانة مقربة منك. هاي الانسانة دي مقربة منك يعني بتكلم في ظهرك. بتتكلم في ظهرك بالباطل. بالسوء. كلام ليس فيك. بس واحذر من الاستغلال العاطفي. احذر من الاستغلال العاطفي لشايف هنا لانك هتتعرض له. وفي عندك مشكلة ما احد المقربين وما بينكم وما بين نفسك. بتحس بظلم ولكن من كرم ربنا عليك بينصرك عليهم. شايف شخص هنا الشخص ده يعني هيحاول يردع ياخذ مكانة من جديد لقلبك. هزا الشخص بيحاول او عايز يردع ياخذ مكانة في قلبك. من جديد. اللهم صل على سيدنا محمد. بس انا شايفك هنا بس انت هترفض. هترفض. شايفك هترفض اه رجوع ليه مرة ثانية. الفترة دي عندك هنا تعب. شايف عندك تعب في الاسنان. يعني وشايفك اه هتبدأ اه تجمل يعني او تجمل امور. او تعمل حدات يعني شايف عندك اه ايف شكلك. هتتغير. شايف عندك تغير. شايفك هتتعرف هنا على اشخاص اه او على شخص. لا شخص. اه العادات والتقاليد متغير. على عاداتك. يعني هو متغير على عاداتك وتقاليدك. بس احذر من النميمة والفتنة. احذر من النميمة والفتنة. شايف هنا يعني اللي ممكن تكون دايرة حواليك. في مشكلة مع شخصيا. هتكون انت طرف فيهم. شايف هنا بيدعوك للايجابيات. افكارك السلبية. ملهاش اي وجود في الحقيقة. شايف هنا. وهدية في هدية. غالية بتجيلك. شايف هنا بتقعد مع شخص. ليه مكانة كويسة. وبتقدر مكانته. الاجتماعية. شايف هنا خصام بينك وما بين شخصيا. يعني. هاي او آآ ما بينك وما بين شخص. ما بينك وما بين شخص مقرب بتنحل. في خصام ما بينك وما بين شخص مقرب بين حل على خير. وشايف هنا وشايف هنا انسانة او انسانة آآ خميرة او شكلها جمحاوي او خميرة البشرة وشعرها مجعت ياريت آآ تحزر منهم. ياريت تحزر منهم. شايف النجاح حليفك الفترة اللي جاية. وشايف هنا والحبيب محتاد لوقفتك معاه. هاي الكراءة احبابي عامة. وليست خاصة. فخد اللي ناسبك منها. خد الكراءة اللي ناسبك منها. صلي على الحبيب المصطفى. شايف هنا المشكلة دي تنحل. صلي على الحبيب. وشايف هنا الحبيب يعني اه محتاد لوقفتك معاه. شايف هنا اتنين. اتنين اوقات وشايفكم هنا وبتتعامل مع شخص. مش بتكون مرتاح معاه في الكلام. وشايف هنا وشايف ورجل متزود. عيونه هتكون زائغ عليك. خلي بالك عشان في رجل او خلي خلي بالك عشان في رجل هتكون عيونه زائغ عليك. شايف هنا انت محتاج يعني تعطي نفسك وقت. اه من الراحة والاسترخاء عكلك الفترة دية. شايف زايد في التفكير. شايف عندك امور وحواديد ما كنتش متوقع تسمعها. هتسمحها الفترة اللي جاي بقدرة رب العالمين هينصرك فيه كتير امور حواليك. انت فقط فيها يعني الامل. بس الامل عند رب العالمين موجود جواق. شايف عندك صراع داخلي. ما بين يعني شايفك ما بين تنسحب من اشخاص بيوضعوك في فتنة. وما بين انك مستني الوقت علشان تعرف تأخذ حقك. الوضع المادي عندك هنا اللي جاي رايح. قد ما ما بتجري على لجمة عيشك. قد ما انا شايف ان عندك مسئوليات كتيرة. زادت عليك. شايفك هنا لما يعني بنحتاج الحاجة بتطلب من الله. ان يعطيها ليك. شايف هنا ولكن هنا انت يعني مش يعني شايفك عندك في مقابلة عطفية. شايف في مقابلة عطفية بتتحدد فيها مسيرة يعني امور معلقة بينك وما بين شخص. شايف هنا هتسمع كلام او هتسمع من شخص كلام بزعلة. لجرة ده كبيرة. وشايف هنا وفي عتبة البيت هتقابل النميمة. اللي قلتلك احذر من النميمة والفتنة. شايفك هنا هتقابل عندك في عتبة البيت هتقابل النميمة والفتنة. اتنيا اوقات بيحصل بينك وما بين شخصين مشكلة بس ربني بيقف معاك. شايف شخص من طبعه الكذب والفتنة. وكلامه اه معاك لا يقدم ولا يؤخر. انت هنا تعبان كتير وقلبك واجعك. ولكن الفترة اللي جاي السعادة مستنياك. عندك مناسبة حلوة بتحضرها. وعندك شخص اه بيشفر من تعب صحي. شخص عزيز على قلبك. اه تعبان مرض عنده مرض صحي. شايفك ان انت اه 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 محتاجه او محتاج اه يعني محتاجك يكون عندك الصبر. الصبر. على كد يعني امورك وشاف هنا كتير احداث بتحصل معاك. حتى تتداوز المرحة العادية بدون قلق وارهاق. شاف هنا في شخص اه حبيب او شخص عزيز على قلبك او حبيبة هيكون معاك في الوضع اه توتر. ومتطلبات. هتكون كتيري الفترة دي. شاف هنا انسانة رقبتها طويلة. هتدخل بينكم وبين شخص في كلام. وهتصير الجدل بينكم. شافك هنا اه متوزع عليك اه شخص يعني انه يتدسس عليك في كل امورك. عندك تعب صداع والمعدة الفترة دي. عندك من السحر كما قلنا مسيطر شوية السحر هو تعبك شوية. عملك شوية تعطيل وشوية تعرقيل. حتى الحسد مش سايبينك في حالك. حسدينك على فرحتك. على ابتسامتك. مع انك بتساعد ناس كتير. بتعمل حادات كتير. بتعمل خير كتير. بتساعد مع ناس ما تستهلش الوقفة معها. ما تستهلش انك تساعد ها. شافك عندك هنا اه تبرير لاشخاص عن يعني عفوياتك في كلام. وانا هنا ما تبررش لاشخاص. لا وجود في حياتهم اه منفعة. ولا وجودهم في حياتك منفعة. اللي يصدق يصدق. واللي ما يصدقش ما تحلفش. ما تحلفش انه يصدق. وما تبررش نفسك كتير. انت قولي الحقيقة لان انا شايفك يعني اه بتحلف لناس او عشان تبرر نفسك انهم يصدقوك. هم كده كده لا وجود في حياتك ولا وجود في حياتهم فاتركهم. اعمل اللي عليك. قول انا ما حصلش مني هكزا او ما عملتش هكزا. صدقوا صدقوا ما صدقوش اتركهم براحتهم. لانه لا وجود في حياتهم. منفع اصلا. شاف انا بقول لك عندك شخص اه شاف الشخص ده هيخنجد. شافه من طريقة يعني حديثه معاق. الفترة دية هتعاني بحالة عاطفية غير مستقرة. شايف هنا يعني بقول لك ظروفك المادية فيها اه تقلبات. ولكن الفترة اللي جايه الوضع المادي معاك هيتحسن. هيتحسن عندك. عندك هنا اشخاص هتاخذ منك موقف بسبب الغيرة. واحذر الفترة دية من اه الخلافات العائلية او الخلافات العائلة. اشخاص حاسدينك. قلت لك الحسد. الحسد. اشخاص حاسدينك لدارة دا كبيرة. وانا شايف عندك هنا يعني النصر. النصر اه من رب العالمي. شايف شخص هنا هيظلمك او ظلمك. شايف هيظلمك اه في كلام هيقوله عليك. وعندك شخص مهم كان ليه معزة جو قلبك. شايف هنا يعني انك اه متردد تاخذ خطوة اتجاهه. شايف هنا مكالم التليفون او رسالة هتجي لك. مكالم التليفون او رسالة شايفها هتدي لك. بس هنا هتبص فيها ومش هترد. هتبص فيها ومش هترد. عليها. وفي عندك وحدة ست. تصرفاتها معاك هتكون اه مش عدباك. وفي نفس ذات الوقت مش هتكون قادر اه تكلم او او تعبر. شايف فرص سفر جيالك. واحذر من التجسس عليك. احذر من التجسس عليك من اشخاص حواليك هدفهم يعني هدفهم من اه منك انهم اه يوضعوك او اه يخرجوك عن شعورك. رب العالمين هيغف معاك. في موضوع اه موضوع خصام او مشكلة مع احد. شايف انت هنا شخص اه معاطي كتير واقف يعني اه واقف عطاك اه زايد عن اللازم. في عندك يعني موضوع هنا في محكمة او قضية عليك. بس هتربحها. انت اللي كسبان. اه قضية ورس. قضية وراس. حد ما عايزش يديك ورسك. ما عايزش يديك اه مالك. ما عايز ياخد منك حاد لان في قضية اه خصوص فلوس او خصوص مال. اه انت اللي كسبان هو هتاخذ حقك لانه حقك انت. بس الشخص الثاني مفتري او ظالم او حابب ياخد اه الحادة دية منك. ياخد اه ورسك او ياخد اه وراء مراسك. لانه مؤزي. مش كويس. حابب يعني ياخذ اه حقك. وحقك انت. بس حابب ياخده. شايف عندك بشرة. وفرحة كبيرة. يعني خلاص هانت. وعندك استقرار. شايفك عندك هنا اطمئنان على شخص. والفق قرب بازن الله تعالى. شايفك عندك اه تحقق امني. والامنية دي غالية على قلبك. عندك تغير عتبة. وتخلص وراء اوراق. الاوراق هتخلص اللي قلتلك عليها من جهة الحكومة. او الحكومية. في زعل جواك. شايفك زعلان او حزين. شايفك هنا. لانك محتاج مبلغ مادي. مبلغ مادي. ولكن هتقدر تجيبه. بفضل ربنا هتقدر تجيب هاي المبلغ المالي. عندك القدرة انك تجيبه. شايفك هنا هتكتشف. في اكتشاف امور. او يعني امور وحقائق حواليك. نقدر نقول عن واحدة سد. وانت هتكتشفها. او انت اكتشفتها. هي اللي سحراك. هي اللي اعزاك. هي اللي مش حبالك الخير. وانت اعرفتها او هتعرفها و هتكتشفها بازن الله تعالى. شايف ندمك بيلمع. في مجال عملك. عندك وظيفة. او زيادة ربح في الماء. شايف عندك مشروع. هتدخل فيه شريك مع احد. شايف ما بينك وما بينحد داعم او هتدخل شريك ما بينك وما بينحد فيه نجاح. بازن الله تعالى. عندك نجاح وعندك ربح فيه. وعندك عرض مغري بعد يعني اسبوع. او هترفضه اقبله اقبله. شايف عندك هنا في حد حبيته. وفرحت بوجوده. انت حبيته. وفرحت بوجوده. بس طلع مش كويس. اه طلع انسان خبيس. طلع انسان سيد. طلع خائن. ان شاء الله تتعوض بالاحسن منه. وكما قلت عندك هنا شايف فيه مكالمة او رسالة. هتديلك يعني من شخص. يعني شخص دي غايب عنك يعني اه بقاله فترة اويلة. عندك هنا امور هتكون مسيرة ليك. عندك هتنجح. عندك نجاح. وربنا هيرضيك. عندك رجوع حق ليك. خلاص. عندك انهاء شر. واعلان نصر. اعلان نصر. على اللي ظلموك. واعلان نصر على الاحزان. للمبتعدين. شايف هنا انت منتظر عودة للحبيب. شايف في شخص حبيته في علاقة سرية او علاقة تالتة. في شخص حبيته في علاقة سرية او علاقة تالتة. شايفك هنا اه دخول البعض منكم مع شخص في علاقة حب. وهذا الشخص يباد لك نفس الشعور. البعض هنا شايف ظهور اشياء الغريبة في دسدك اللي قلنا عليها. والستة هي دي اللي ازياءك برضه. عشان بتظهر قدامي الحروف اللي افتسدك والخدوش. هذا بتظهر من السحر. في شخص في حياتك. او اشخاص برضو مش شخص واحد. ده كزا ست او كزا واحدة او كزا شخص في حياتك. يعني نسيوا اصله. وبيتعالوا عليك. ولكن في مواجهة اه مواجهة حادة. ونصر ليك. مين الله? في عندك نصر. في رجوع شخص انت بتحبه. رحك متعلق به. رح يرجع ليك. في انتصار هنا على الطرف التالت. في انتصار على الطرف التالت. رح تنتصر. في اشخاص حواليك بيحاولوا يمسكوا عليك غلطة. واقفين ليك على الوحدة. ولكن انت كايد احداك. وللبعض منكم اكتشاف اسرار. و وشخص بيخونك مع اقرب الناس. وهتتحرر من الكيود. او هتتحرر من علاقة سامة. شايف شخص بيتلعب بمشاعرك. وللبعض هنا شايف شخص اه خلي بالك منه. مش كويس. رغبته ان يسحب منك مال. شايف ان المنفصلين الشريك خزلك وكسر قلبك بدون عتاب او لوم وراح او رحل للطرف التاني. للطرف التاني. في فق سحر تفركة. في فق سحر تفركة. شايف عندك اه فق السحر وشايف في رجوع بازن الله تعالى. شايف في فرحة في ارض بيتك. في فرحة في ارض بيتك. ونصرة على الحزن بازن الله تعالى. شايف عندك نجلة من مكان لمكان. رح تنقل رح تشتري مسكن او هتشتري منزل او هتجدد منزل. في نجلة فيه الراحة ليك وفيه السعادة بازن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرنا بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. تمت قراءة الاستخارة الاولى. احبابنا اصحاب هاي الاستخارة الاولى. اه فضلا وليس امر ان يدعموا الفيديو باللايك ويشرفنا اشتراككم في القناة وانزلوا في التعليقات صلى على الحبيب المصطفى. واخر الفيديو هسيب لكم علاج السحر. واللي حاب يتواصل معنا فيها العلادات الرقم امنكم. واكسروا من تراء الصورة الحق. نبدأ فيها الاستخارة الثانية. يلا يا اصحاب الاستخارة الثانية. يشرفنا اه تفعيل زر الدرس علشان يوصل لكم كل جديد وادعموا الفيديو باللايك احبابي في الله وانزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى. حرف الضه والعين والغين والفه والقاف والكاف واللم والميم والنون والهه والوا واليا. هاي اصحاب الاستخارة الثانية. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على الحبيب المصطفى عليه فضل الصلاة والسلام. سورة المعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على الحبيب المصطفى. بسم الله ومن الله الا الله ولا غالب يغلب امر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيبة المصطفى. صلينا على الحبيبة المصطفى باسم الدعي الكاشي. اصحاب هاي الكراءة شايف البعض بيعانم الخانقة. او حزن. شايف البعض قلبه موجوع? اتخزلتم من اشخاص مقربين? شايفكم هنا محتدين شخص تتكلموا معاه? او يططب عليكم. شايف دواكم حداية كتيرة. يعني الحياة الكتيرة دي نفسكم تتكلموا فيها. مش لجيين شخص الصح اللي ترمو حمولكم عليه. بس ديالك فرحة. هتنسيكم الوجع اللي حصل. شايف انتم عشتم في الماضي يعني ايام صعبة ولغاية دلوقتي بتعانوا. شايف عند البعض عندكم هنا البعض مشاكل. البعض سمع كلام وضايقوا. اه او سمع كلام مش كويس. شايف دواكم نويين على التغير للاحسن. نويين على التغير للاحسن. ربنا هيحجي بليكم امنية والايام الداية حلوة. لان انتم صبرتم كتير. صبرتم كتير. شايف هنا يعني عندك حالة ركود مسيطرة عليك من فترة. وشايف هنا وهتكمل معاك الفترة دية بسيطة. ومن بعدها هتبدأ الامور تتحلحل معاك وحدة وراء الثانية. وشايف هنا اه بقول لك بتحول او بتحول تبعد عن اشخاص. الاشخاص دي المزع دي. او اشخاص اللي بتسبب ليك يعني في ارهاق نفسي. وشايف عندك هنا بقول لك شخص من العائلة هيكون في بينك كلام. والكلام هيجلب لخناجه. شايف شخص هنا بيلجأ ليك في مشكلة. الشخص ده بيلجأ ليك في مشكلة. تخصه. ولكن انت بترفض. بترفض مساعدته. لانك عارف ان هذا ان هذا الشخص مش بيكبر لحد. شايف هنا بقول لك عندك الماديات الفترة دي فيها توتر. وانت مصاريفك اكتر من داخلك. يعني شايف المصاريف بتدري. شايفك بتدري وراء الزمن. بس انت هنا شايف الزمن مش مدي لك حقك. بقول لك هنا احزر من حبايب. يجلبوا معاك باعداء. واحزر من اتنين. من سنين. بيتحدوا عليك. بس ربنا بينصرك عليهم. وبقول لك ليك هنا ما تحاولش تجف ضد الحبيب. ولاك او تعاند معاه الفترة دي. لانها فترة مش هتكون في مصلحتكم. شايف في مصلحة حكومية بتخلصها. وفي مناسبة حلوة بتفرح بيه. بيها يعني. شايفك هنا بتلم الحبايب. وشايف وحدة الست غيرتها عليك هتكون عاملة ليك مشاكل. شايف عندك هنا اه رب العالمين هيخردك من مرحلة تعب. انت هتتعرض لها. ابعد عن الخوف واليأس وبص لحياتك. واكل عيشك. لا اكل يعيشك. رب العالمين هيبعث ليك الرزق من مكان. هيكون دي لك فيه رزق بازن الله تعالى. شايفك هنا اللهم صلق الحبيب المصطفى. الهم والحزن اللي جواه. قلبك مش بتعبر به لحد. وكأن جواك هموم كتيرة. شايفك هنا انت يعني اه ومحتاج من رب العالمين ان يزيح عنك. شايف فيه اشخاص انت بتقف معاهم في ازماتهم. وهم دايما اه مكرين. فيه شخص يجي لك لحد عندك علشان يعتزر منك. بسبب غلطات كتيرة صدرت منه. ولما جعد بينه ما بين نفسه غلط نفسه. وشايف هنا واشخاص كتيرة يعني اه غلطتها او اه غلطت. فهل انت هنا هتقبل الاعتزار ام هترفض? هزي اهي اشخاص كتيرة غلطت. فهل انت هتقبل الاعتزار ام هترفض? شايف انسانة افعالها حمقار معاك. وكأنها افعالها ازدادت يوم بعد يوم. شايفك هتبعد عنها. وهترفض او وهترفض مع اه معها اي حديث. مرة تانية. شايفين بقول لك اطلب. اطلب من رب العالمين الحادة اللي انت عايزه. اطلب من رب العالمين الحادة اللي انت عايزه. لان رب العالمين الوحيد اللي هيحجك امنياتك. وحاول تعزز علاقاتك مع الاشخاص الفترة اللي جاي. شايف ليك عندك مكانة حلوة. هتوصل ليه. في اي شيء. وعندك هنا نقل. شايفك عندك نقل هتفكر اه فيه. عن قريب. عندك مشكلة. عندك في عندك مشكلة في عتبة البيت. وكأن المشكلة يعني بتكبرها. شايفك بتكبرها علشان اه تعزل. تعزل اليمين من الشمال. هتسمع هنا على حد. يعني شايفك هنا وكأن شايفك هتدخل في تعب صحي. شايفك بتدفع فلوس على دكتور. شايف شخص انت اللي مكانه يعني انت اللي مكانه جوه قلبك. ليه مكاني جوه قلبك. حاول اه تنزل مكانته من قلبك. لان هاي دلوقت اللي هتكتشف او هتكتشف اللي اه يعني اه ينفعك واللي هتنفعه. هذا اللي مش تنفعك واللي مش هتنفعه. احزر من تعابين حواليك. اه الاولى وحدة ست. شايف وحدة ست بتحاول توجعك في غلطات. والتاني راجل. عيونه زايغة. وعايز يستغلكم. في شخص هنا او اه شخص بيجي لكم من مكان بعيد. بس بياخد معاه خير منكم. وهو ماشي. بياخد خير منكم. شايف شخص بيعني الشخص ده او اه بتقعد معاه. بتنبسط بمعارفته. جدا. عندك وورقة حكومية. اه بتخلصها على خير. شايفك هنا بتمسك مبلغ مادي. اه بتفرح بيه. هي راح تمسك المبلغ المادي بتفرح بيه. صلي على الحبيبة المصطفى عليه يفضل الصلاة والسلام. ادعم الفيديو باللايك احبابي في الله فضلا وليس امرا. فضلا وليس امرا. وشرفنا اشتراككم في القناة. بسم الله الكاشف. شايف هنا اشخاص اه بتحاول تهد من طموحك. وتفش لك. في حياتك. ودي يعني اه نتيجة عن الغيرة اللي حواليك. شايف هنا فنجانك او هنا. اللهم اصل على الحبيب المصطفى. شايف هنا حدف زي الفندان. شايف فندان قدامك. اه بتشرب مع حد جهوة. جاعد مع حد بتتعاتبه. شايفكم بتشربه جهوة انتو اتنين ان شاء الله فيها صلح. شايفك هنا حاول ترتب امورك بشكل صح. وحاول كمان يعني اه تغير اه بعض تفكيرك اللي انت يعني التفكير اللي انت مستمر عليها من فترة طويلة. عندك شخص. هيخسر بخاطرة. وسبب كلامه المزعد. وعندك هنا اللهم اصل على الحبيب شخص. اه من عتبة العالم. هيكون مزعد ليك. خلال الفترة القادمة. وشايف هنا انت تعبت او تعبت كتير. ومريت بظروف اه كانت تعب. وضغط. بنسبة ليك هنا شايف شخص انت سامحته اكتر او اكتر من مرة ومرة. وهتضطر تتنازش. علشان تسامحه مرة كمان. احذر من الحب. جاد منكم احذر من الحب. خلال الفترة دي. بمعنى ادق. حاول تعرف فين اللي بيحبك وعايزك في حياته. شايف هنا هترزق. دايلك رزق. دايلك رزق بمبلغ مادي. هتفرح به. وعندك هنا شخص قلبك هيكون واكلك من طريق التصرفات معاك. شايف هنا انه شايفك. شايفك هنا بتنغلك الفترة دية. يعني دية على نفسك بتغلك اه او بتنغلك او بتغلك يعني على نفسك. شايفك هنا منتظر شخص يردع لك. بطريقة ندم. وكأنه يعني مهم. حاولت تصفي اه منه. لانه شايف هنا انتقامة اقوى من قلبك. بس عندك الحب الكبير. ليه? شايف هنا انسان بتتجسس عليك. في كل مكان. وكأنه هنا مش رايدة ليك او مش رايدة ليك الخير. عندك اشخاص بيحصدوك على نعمة حواليك. عندك قرار هتاخذ فيه. يعني القرار ده هتاخذه في الشغل. وشايفك هنا وهتتواجه مع شخصين. بس خلي بالك في مواجهة بين شخصين بس خلي بالك من المواجهة لان هيكون فيها احراج ليك. احزر. في عندك هنا مشكلة مع شخص. مع شخصيا. هتنحل مع بعض. ما شافت انحل هنا مع شخص. وهتتخصم مع التاني. مع الشخص التاني. في عندك نقلة من مكان لمكان. وفي عندك هنا يعني خبر اه بحالة يعني عندك خبر بحالة وفاة. بحالة وفاة. وفي عندك هنا تعب الفترة دية. عندك تعب في المعدة. عندك صداع. عندك تعب في العمودة الفقري. عندك الصداع مستمر. واكتر هذا الخنقة والضيق. عندك مس وسح. عندك سح. تفريق. عندك سحر تفريق. وسحر بتتعطيله بالوقف والتفريق. عملكم تعب. عملكم وقف مشاكل. مهيد عليكم الناس. نخلي انتو بتحبوا الخير للناس لكن في ناس مش بتحب لكم الخير وفي ناس ظلم معكم. واقع عليكم ظلم كبير. انت عشافة هنا انت اه تعبت كتير. وللأسف يعني مش لاجه حتى تتكلم معاه او تفتفض معاه. بالجواك. مش لاجه حتى تتكلم معاه او تتفض معاه. اللي جواك. يعني شاف هنا اه شخص سابك او سابك او سابك وعن عزل عنك. ولكن ما كانتو لسه في قلبك. ابعد الفترة دي عن الكيال او الكيل والكال. الكلام. لان سبب غيرت بعض الاشخاص حواليك هتوضعك في مشاكل وما كنتش متوقعها. شايف انسانة يعني عندها منك الغل. الغل والانتقام. احزر منه. لان تصرفاتها هتكشف. عدوانياتها. يعني انت عايز تعرفها. لكن تصرفاتها هتخليك تعرفها وتكشف عدوانياتها. شايفك قرار هنا هتاخذه اه او هتاخذ باقي خص العمل. وعندك محتمة قريبة او قضية. لكانت على البال ولا الخاطر. ولكن رب العالمين بينصرك فيها. شايفك انا اه بتحقق حادي. انت عايزه. وانا شايف انك عندك اه تصليحات تخص عدوانيات الفترة دي. شايف شخص هنا بيحكي معاك في موضوع. وانت دماغك هتكون اه بترتف في الموضوع التاني. انا شايفك هنا يعني اتظلمت كتير. ولكن من بعد الظلم نصر. وعندك الفترة اللي جاية عدة نصرات هتبسطك. خلاف هنا مع في خلاف مع حد من عتبة البيت. وفي موضوع انت هتكلم فيه مع حد. وهتكون قصد اه تكلم فيه. عشان تعرفه او تعرفه حقيقة الشخص. ولكن هنا بعد ما يسمع منك هيواجهك معه. وهتتحط في موقف خلي بالك. رغم ان هنا شايفك يعني حابب تبين الحقيقة. بس بقول لك احصل من الاستغلال خلال الفترة دي. واحذر احذر. ان هنا عندك اه تنتبه خلي بالك. اذا تنتبه على شغلك. قد ما بتقدر. لانك ممكن تتعرض الخسارة فيه. في اي وقت. خلي بالك. بقول لك. عندك سفر قريب. سفر مفتوح معاق. سفر مفتوح معاق. وفي شخص هنا بيمضي لك على ورقة. في شخص بيمضي لك على ورقة. بتسعى لها من فترة كبيرة. شايفك هنا مبلغ اه مالي. هيدي لك من الدولة او من الحكومة. او من حكومة محكمة. شايفك هنا اتعرف على شخص. هيكون كويس معاق. شايف هنا في شغلة عندك. اه عندك وعقة صحية. ما كنتش يعني ما كنتش متوقعها. دي عندك وعقة صحية. شايف هنا اه رجع لك شخص من الماضي. الشخص دي رجع لك من الماضي. بس يعني كد ما حاول يبين اه يبين كبرياءه عليك. كد ما معزته كانت مودودة دواك. وشايفك هنا بتتعرف على شخص الفترة دي. ويحزر احزر. خلي بالك. هنا ان شايف الفترة دي. اه لان في بينك اه مشكلة. في مشكلة. هتحصل عندك. هتغير عندك فيه تغير عربية او شراء عربية. وفي عندك هنا شخص متزود. بتتعرف عليها. قريب. شخص يعني عيونه هتكون زائغة. على حاجات. هيطلبها منك او هطلبها عنك. بيطلبها. شايف عندك هنا الخير قادم. الخير قادم ليك بازن الله تعالى. عندك خير كبير. خير كبير دي لك. بس ادعم الفيديو بلايك بازن الله تعالى. شايفك هنا. الله ما اصل على الحبيب. انت محتاد اه اه عزلة الفترة دي. لحالك. علشان تقيم افكارك اتجاه الاشخاص والناس اللي حواليك. شايفك هنا انت اه تعبت كتير. ومريت بظروف كانت اقوى منك. في عندك خيار. باين هنا. في عندك فرصتين. وهيكون يعني متردل ايهم تختار. ولكن هتتنازل على اختيار وهتوافق على اختيار. شايفك هنا. ما تحولش الفترة دي تدي سكتك الزايدة. عن اللزوم في اشخاص حواليك. لانك عندك هنا الخزلان موجود. عندك الخزلان موجود من اشخاص كتير. عندك تغير وظيفة الفترة اللي جاية دي. ودي نتيجة او نتيجة يعني زايدة المسئوليات او زيادة المسئوليات عندك. علاقتك مع الحبيب هنا محتدى وقت اه تفكير. حتى تقيم علاقتك به. شايفك هنا يعني بيدعوك للسلام النفسي والسلام الداخلي. حاول هنا تحرر نفسك من الاشخاص السلبية عليك خلال الفترة دي. شايف عندك شخص هيكون يعني او في معاك مخلص ومخلص ليك. عندك مشكلة بتكبر. بينك وما بين شخص. نفسيتك الفترة دي هتكون مش مصبوطة. عندك خروض من ازمات حواليك. من ازمات حواليك هتخرض. عندك مشكلتين مع شخصيا مختلفين. وفي عندك عودة لشخص من الماضي. حد هنا يعني بيعرض عليك علاقة غير شرعية. بس ممكن بزكاءك تخليها شرعية. بزكاءك انت تخليها شرعية. اللهم صلى الحبيب. شاف في انسانة حقويها عليك كتير في كل مكان. شاف هنا شخص هيسرك من قلبك او او من بجك اللجمة. لجمة يعني رزق دخلك. من بعد يعني تعب. وفي عندك نقلة قريبة. شاف في سفر. جاي لك بازن الله. وشاف هنا وعندك يعني وعندك جاعد مع شخص مهم هتكون في صالحك. في صالح لك انت. شاف هنا شخص هيدخل حياتك قريبا. ويحذر الفترة دي من مشكلة بينكم وبين يعني اه ناس حواليك. احذر عشان عايزة تورطك. ناس حزدك. ناس دي مش بتحب لك الخير. عايزة تورطك في اكبر مشكلة. عايزة تأذيك باي طريقة. احذر من الناس اللي عايزة تستغلك لان انت قلبك طيب. روحانياتك عالية. عندك روحانيات انت بكده كده روحانياتك بتحسسك من الاشخاص الطيبة اللي بتحب لك الخير ومن الاشخاص الموزية. فاحساسك بيكون في محله. شايفك هنا اللهم صلى على الحبيب المصطفى. يعني التقلبات المادية تعبى نفسيتك شوية. وانا شايف هنا يعني عقلك شغال تفكير في كل شيء حواليك. اشخاص حواليك هنا دي يعني بتحرف عليك الكلام وكأنها بتزود على الكلام عشرين كلمة. احذر منهم. شايفك هنا يعني احتاج ترتاح نفسيا وجسديا للفترة دي. ولو هنا شايفك ها يعني نفسيا انت بتحاول تظهر او تظهر بصورة يعني مع اشخاص بتتكلم يعني الاشخاص دي بتتكلم في ظهرك. كلام كتير. شايف هنا علاقتك مع حبيب او مع حد اه عزيز مع حبيب الفترة دي على كد ما هتكون مستقرة على كد ما هتكون صامبة. احذر من مشكلة عائلية هتتحط فيه هتجي لك شايف هتدي لك رسالة من شخص هيكون فيها عتاب ليك ولوهم. وعندك شخص هنا كل ما حاولت تظهر نقطة اه او اه تظهر نقطة اه ضحفك قدامه بيحاول يتعبك. اكتر الفترة دي. شايفك هنا فترة دية هتفكر في الرياضة كتير. شايف شخص هنا اه في شغلك هيكون مركز معاك بطريقة هتضايقة وهتتعبك. وعندك هنا بعض يعني بعد فترة تفي تغير من عمل لعمل. اخر. شايف عندك اتنين اوقات. ورب العالمين بينصرك. بينصرك عليها شخصيا. هينصرك. شايف هنا حديث معاك بيزعلك. وفي عندك مبلغ بيجيه لك بتحافظ عليه عشان بتستخدمه في مصلحة. شايف شخص هنا الشخص دي علاقتك به اه منقطعة. او في فراق بينكم وبينه. وانا شايف يعني ان علاقتك بتصلح خلال الفترة اللي جاية. بس انا شايف هنا دايما علاقتك به هتكون غير مستقرة في حياتك. شايف هنا يعني حد هيتعبك الفترة دي. فخلي بالك. احذر الفترة دي اه من اكلك برا. من اكلك برا. لانها هتشتكي من بعد يعني من بعد اكله برا برا البيت بوجع في المعدة. وهيستمر معاك الفترة دي. شايف هنا شخص هيعمل يعني هيعمل حوار عليك في التليفون او في التليفون. عشان يخليك تعمل مشكلة مع حد تاني. الفترة دي. احذر من العصبية. وعندك هنا موضوع محكمة او بنك او قرد بيخلص معك على خير. احذر من السوادة الفترة دي. احذر من دعواته. احذر من دعواته. شايف عندك تحسن في امور المادية. هتتحسن معاك. عندك تحسن كبير. شايفك ان انت يعني اه صبور. متحمل. متحمل غلطات الناس اللي حواليك. مع العلم انك بتقدم عطيات كتيرة. رب العالمين بينصرك. على امور. معقدة حواليك. وانا شايفك هنا اه بتحاول الفترة دي تبعد عن غلطات. ممكن تجع فيه. شايف فيه شخص. الشخص دي بيقعد معاك. وحديثه مش بيخرج من زهنك. شايف الفترة طويلة? شايف انا اخلي يعني بقول لك خلي عندك اه حتمة. فيه اشخاص لانه هتنخدع في مين حلو ومين اه وحش. في مين حلو ومين وحش. فيه شخص. الشخص دي لي مكانة كبيرة في الدولة. هتحس يعني او هتحس من طريقته معاك بالراحة والسكينة. وبيحزرك يعني من النميمة حواليك. وزي ما هيكون في حواليك اشخاص عايزة اه تظهر فيك عيوب وبتضرب من تحت الحزان. وشايف هنا يعني رب العالمين بيحسر رزقك بطريقة حلوة. وعلاقتك مع الحبيب الفترة دي هتكون فيها كلام كتير. يعني يا شايف فيه زعل. فيه عندك شخص. شايف الشخص دي هيمقدك. ومجرد انتقاد ليك هتبدأ تغير من نفسك. يعني عندك عملية يعني اه تجميلية. شايف هنا هتفكر فيه يعني وعندك يعني اصداع الفترة دي. الفترة دي عندك اصداع ملازمك او هيلازمك. عندك شخص هيكون مركز معاك. من فترة للتانية. وكاينه شايف عندك يعني بلوك بينفق. في بلوك بينك وما بين شخص. او ما بين شخص شايف هنا امرأة حمكة. الامرأة دي. الامرأة دي مش كويسة. هتنرف زك. يعني شايفك هتنرف زك بطريقة مباشرة. وعندك شخص هنا من بعض يعني الشخص دي من بعض ما قطعته بيجي لك. منه مكالمة التلفون. شايفك بيجي لك منه مكالمة التلفون هتسمع على حد يعني او في مكالمة. عندك الطريق السفر مفتوح. الطريق السفر مفتوح. والازمات المادية هم لحقاك لكن الفرح ضيالك. شايفك يعني انت شاي المسئوليات او عندك كثير المسئوليات اللي بتزيد فوق كتافك. يوم عن يوم. شايف عندك هنا يعني اه انت مستحيل اه الهموم يعني شايفك هنا برضو يعني مستحمل برضو هموم. مش يعني مش كد يعني مستحمل كتير. اه شايفك هنا بتضرب او دخل في مشكلة. يعني بتضرب حد. حد بتضربه. او ما بينك ما بين مشكلة. بس احزر من الخدعة. شايف هنا من اشخاص مقربة منك. وكأن الخدعة عبارة عن اتفاق. وتغير الاتفاق بطريقة او بشكل تاني. في مشكلة يعني بتودي اه يعني مش مش مشكلة دية بتودي لبعد بينك وما بين شخص. بس في فترة البعد هتكون اه مدتها يعني بسيطة. والبلق هينفق. البلق هينفق. اللهم صدق لح سيدنا محمد. بس احزر من الحسد والعين. عندك يعني هنا اه في منكم زواض للبعض. شايف منكم زواض للبعض والبعض الاخر هيدخل في قصة حب جديدة. عندك قصة حب جديدة هتدخل فيها. في عندك شخص يعني الشخص دي سبب يعني معاناة تقدر بك كما نقول. في حد تعبان عندك او اه مريض اخليك او الوالدة او او قريب عزيزة على قلبك عشان انت بتذعيله. عنده الشفاء بازن الله تعالى. عنده الشفاء. في هدية قيمة للبعض. في هدية زهب او هدية قيمة للبعض. والبعض الاخر في موعد غرامي. في موعد غرامي. في ما بينكم. في عندكم هنا للمنفصلين ارى في فرحة. فرحة حلوة لك. من شخص منصب. شايف عندك وفيه برضو المنفصلة او المبتعدين في زواد. وفي منكم فيه رجوع. فيه بشرة. وفرحة كبيرة واستقرار. واطمينان على شخص. عندك هنا التحقق امنية. الامنية دي غالي على قلبك. عندك التغير العتبة. تغير عتبة. عندك تخليص او ورق. عندك تخليص اوراق. في زعل جواك او حزن. رح ينزح عنك. التعب اللي عندك من السحر. هنزح بازن الله تعالى عنك. صلي على الحبيب المصطفى عليه. افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. احبابي في الله. خلص الاستخارة لكم. اكسروا من قراءة الصورة المايدة. وخلص الاستخارة لكم احبابي في الله. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك. وان كنت لم تشتركوا في القناة. يشرفنا اشتراككم في القناة وفعلوا زر الدرس علشان يوصل لكم كل جديد. واعلاد السحر الذي قلت لكم. اه باذن الله تعالى تأتي بمسك ابيض او مسك احمر. مسك ابيض او مسك احمر. وهتقرأ عليه يوميا سورة يسين سبعة مرات. سورة يسين سبعة مرات. وهتدهم به الدسد كامل قبل النوم. قبل النوم. تدهم به دسد كامل. وتأتي بماء. بماء. هتقرأ عليه فاتحة الكتاب اه الفاتحة واحد واربعين مرة. الماء. وتستحمى منه قبل ازانة المغرب وتشرب منه. لمقدار خمستاشر يوم. وكل يوم هتقرأ برضو سورة يسين سبعة مرات على المسك. وتدهم به الدسد كامل. تدهم به الدسد كامل المسك كما قلنا. والماء ها تشرب منه يوميا وقبل ازان المغرب تستحمى من هذا الماء. تستحمى خارج الحمام وطلقي الماء خارج الحمام. تطبق هذا الطريقة يوميا لمدة خمستاشر اليوم. رح ينزع عنك هزاء السحر بقدرة الله تعالى ولا حابب معنا يتواصل الرقم امامكم. اللي حابب يتواصل معنا. يتواصل معنا واتس. ان شاء الله هنكون في حصنا ظنكم. وفضلا وليس امرا ادعم الفيديو باللايك. وان كنت تشتركوا في القناة وشرفنا اشتراككم في القناة. وفعلوا زر الدرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين اشتركوا في القناة وبركاته.